السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الثلاثة تسعة كانون الثاني يناير القمر اليوم موجود في برج القوس ورح يظل موجود في برج القوس لغاية الساعة وحدة وثلاث وثلاثين دقيقة من فجر يوم الأربعة لا ينتقل القمر بعدها لبرج الجدي القمر الآن موجود في منزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ثلاثة واثنين وثلاثين دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة القمر الآن موجود بالقوس معناته اليوم منشعر بالارتياح والسعادة والنشاط وبنلتقي بأناس أكثر سعادة وبنتعمق في شخصيتنا بفضل تفاؤلنا والطاقة العالية وبيتحول تفكيرنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من ميل أيضا للسفر والإجازات وممارسة الرياضة والخروج في نزهات ويمكن اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حضمة أو التخطيط لرحلة أو الاتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هاي الفترة ممتازة للأعمال التجارية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية بطيئة رح نتكلم عنها وهي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين نبتون هاي الزاوية ذروتها ساعة وحدة و24 دقيقة فجرا بالنسبة لهاي الزاوية طبعا هي تأثيراتها إلها أربع أيام تقريبا ومستمرة لأربع أيام قادمة بالنسبة لهاي الزاوية بتكون عنا بعض الصعوبات في معرفة مشاعر الآخرين وبيكون صعب علينا التعامل معهم وممكن ينتج عن ذلك سوء تفاهم وعدم القدرة على علاج المشاكل العاطفي الناتج عن ذلك ممكن نرتكب بعض الأخطاء في أحكامنا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لخيبات أمل وبرضو تجعلنا نرتكب أخطاء في أحكامنا وبعرضنا يعني لا نوع من أنواع الشك والغيرة لا تحاولوا إنكوا تراجعوا وضعيتكم في هاي الفترة لأنه ما رح تتوصلوا لأي شيء دوليا بتدل على وقوع جدل بين أحزاب اليمين واليسار أغلب الكتابات السياسية بيطبعها الفكر اليساري الاشتراكي ممكن يتم فضح بعض الحقائق والتلاعبات خصوصا في قطاع الصيد البحري والمجالات الفنية الصحافة وممكن تشهد هاي الفترة تراجع في المبادلات التجارية البحرية أو نزاعات في بعض ما بين بعض الطوائف المذهبية والفرق الدينية برضو بتدل على بعض الحوادث اللي تتعلق بالأمور سفن النفط أو الأمور اللي تتعلق بالسوائل أو النقل البحري بعد هاي الزاوية مباشرة برضو في زاوية أخرى تربيع بين القمر وبين نبتون تربيع سلبية رح تكون الساعة خمسة وستة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبتعلم نعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة ستة واربع وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوم من ذاكرتنا ومنطقنا تمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبصير في عنا ثقة بالنفس أعلى وبنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار في عنا خلو مسار رح يبدأ الساعة ستة واربع وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة وحدة وثلاثة وثلاثين دقيقة فجرا من فجر يوم الأربعاء لينتقل القمر ويستقر بعدها لبرج الجدي هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم عنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية ما لازم نعمل لها عمليات جراحية كبرى ولكن ممكن أخذ علاجات فحصات مراجعات طبية أما باقي أعضاء الجسم فما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود زي ما حكينا في برج القوس وذكرنا خلو المسار من الساعة 6 و24 دقيقة مساء لغاية الساعة 1 و33 دقيقة فجرا بتوقيت جرينيج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمر 27 يوم في تمام الساعة 2 و39 دقيقة صباحا بصير 28 يوم نسبة الإضاءة 4% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 21 سعيد الآن بنسبة 45% القمر في القوس حتى يوم 10-1 سعيد الآن بنسبة 70% ساعة الظهر سعيد بنسبة 30% ساعة العصر منتحس بنسبة 10% أما في ساعات المساء فهو سعيد بنسبة 20% عطارد في القوس حتى يوم 14-1 منتحس بنسبة 50% الزهرة في القوس حتى يوم 23-1 سعيد بنسبة 15% المريخ في الجدي حتى يوم 13-2 سعيد بنسبة 60% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس الآن بنسبة 5% ساعات المساء منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل اليوم بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيده وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم بتستعيدوا حماستكم تنطلقوا في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة تتلقوا إشارة أو خبر بتكون الفترة هاي نشطة جداً وبتشكل محطة للانطلاق بورش جديدة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتعيدوا تنظيم أموركم المالي المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكونوا تخففوا من النفقات المتصاعدة حسنوا أداكم فاوضوا بمورونة استفسروا عن كل المعطيات حاولوا إيجاد حل وسط وحاذروا من المواقف المتصلبة وما تكونوا عنيدين وما تكونوا قاسيين مع أحباكم وما تهملوا واجباتكم برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء يعتبر هذا اليوم يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة وتجنبوا الغضب والانفعال وما تدعوا أي شخص يستفزكم احموا سمعتكم وما تشوهوها بسبب العصبية والانفعال عليكم خوض الامتحان قبل الحصول على الجائزة يعني اليوم في صعوبة بدها ضبط العصاب وتفكر بشكل جيد وتحامل على نفسك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبرضو تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم وحاولوا أنك تكونوا واضحين في أولوياتكم وما تدعوا أي شخص إثير انفعالكم أو غضبكم نظموا وقتكم بشكل جيد التزاما منكم بالواجبات والمسؤوليات وحاولوا أنك تحترموا المواعيد لأنه كل شيء راح تحاسبوا عليه اليوم برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم ترتفع المعنويات اليوم بشكل عالي جدا عاطفيا نفسيا ماليا تقاربكم مع الأحباء أهم شيء تكونوا أكثر مرونة ممكن تحققوا إنجاز مهم تنتعش العواطف من جديد وبتشتد الروابط متاني وثقة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا اليوم تعاون من أفراد العائلة وبتكثر شوي الضغوط عليكم والمتاعب العائلية أو البيتية وهي فترة فيها نوع من أنواع التوتر على الصعيد الشخصي أو العائلي حاذروا من الخلافات والمشاعر السلبية ممكن تعاكسك الظروف وتسبب لك بعض الإرباك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتنشطه اليوم في مجال السفر والاتصالات وبرضو هذا اليوم يوم مناسب لاجتياز امتحان وللحوار والنقاش والمقابلات والتنقلات وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار بناسبك تكثيف التحركات وبإمكانك أنك تعبر عن آراءك بحرية وجراءة أمه وبتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة تعتبر فترة إيجابية ودعملة إلك بقوة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي مع هيك يعني الأغلب المكاسب بتيجي من عمل إضافي ولكن بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تخططوا لمرحلة جديدة أو تحددوا أولويات وميزانية مالية وبعض الفواتير تحاولوا تسددوها أو ترتبوها ممكن تتلقى هدية أو تقدم على استثمار أو ممكن تتلقى دعم وبرضو بدك تنتبه في مصاريف منزلية طارئة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة ادعم من مكانتكم الاجتماعية وبتطالع الفترة هاي على خبر أو معلومة كنت بتنتظرها وبتكون بالنسبة لإلك بمثابة إشارة أو انطلاق جديد فترة ناشطة وحماسة بفضل القمر اللي رح يدعمك بقوة ممكن تتلقى جواب أو تنطلق بمشروع ما برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم اليوم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم القمر موجود في بيت المتاعب فحاول أنك تستريح وما تعرض نفسك للمسؤوليات الكبيرة والصعبة والفارغة وخفف من وطيرة عملك اللي بيحتاج لقرارات وما تحسم أي أمر وما تجازف وراء الأفكار السودة والهواجس يعني بمعنى آخر اعمل بشكل روتيني برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهمش إنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة أنت بحاجة للنصيحة وبانتظارك لقاء أو موعد أو نجاح وبتكون بعض الأمور مميزة لإلك أهمش إنك ما تهمل واجباتك وكون منظم ودقيق برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة اليوم بتغير على مصالحك وممكن هذا اليوم يكون يا أسوأ يا أنجح أيام الشهر لأن القمر موجود في بيت السمعة وبيت الامتحانات والمناصب فعشان هيك وضعيت القمر هون تقيل على الأعصاب والمعنويات لا تتذمر على ما سمع من أحد وأصبر والأهم ما تخال في القوانين وما تجازف هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر